نحن نشرح المحاضرة السابعة البارت الأول من عدها اللي هي Immunity to Infection هنانا أول شيء بالصفحة الأولى راح نجي نعرف شنو أنواع الرسبترات أول رسبتر عدنا اللي هو الماجور هستو كومبيتابولتي كومبليكس اللي هو الام ات سي اختصارة ام ات سي والتي سيال رسبتر والبي سيال رسبتر هذولا ثلاث أنواع من الرسبترات أول نوع شنو هذا الرسبتر الام ات سي اللي هو هذا الرسبتر يقول هو عبارة عن موليكيول هو عبارة عن فج جزيئات هذا الام ات سي وين راح يروح راح يرتبط بانتيجين الانتيجين هو عبارة عن دبتايد راح يرتبط بمنه الانتيجين هذا الام ات سي وين موجود راح يكون موجود على التي سيال طبعا هو الانتيجين منه راح يكتشفه منه راح يميزه اللي هو التيسيل ريسبتر زين من خلال شنو يميزه من خلال اكوب التيسيل احنا التيسيل حاصل يعني مثل ما قالت الدكتور قالت ان التيسيل هي عمية ما تشوفه لكن اللي خليها تميز الانتيجين هو الاماتسي وجودها احتواءها على الاماتسي اوكي التيسيل ريسبتر only recognize peptide antigen presented by mhc molecule on antigen presenting cell وهاي المعلومة توضح الكلام اللي قلته هسه انه من خلال وجود الاماتسي التيسيل ريسبتر راح تكون قادرة على التمييز للانتيجين the tiسيل ريسبتر is specific for antigen يقول التيسيل ريسبتر راح تكون specific طلاب شوفوا احنا معدنا ثلاث ريسبترات قلت تيسيل بيسيل والاماتسي التيسيل والبيسيل راح يكونون specific للانتيجين يعني specific الانتيجين الانتيجين معين بينما الاماتسي لا تكون nano specific تكون شنو nano specific فيقول tiسيل ريسبتر is specific for antigen but antigen must be presented on self mhc molecule هنانا مثل ما قلت انه الاماتسي ما راح تكون specific الانتيجين معين بالهيومانز بالاماتسي بالهيومانز شو راح تكون انهيومانز الاماتسي alsonon hla شنو الاسم الثاني للاماتسي اسمها الثاني hla اوكي يعني اذا قالونا شنو الhla هو نفسي mhc وشنو الاماتسي هو نفسي يعني hla are those encoded class 1 2 and class 3 طبعا الاماتسي صنفوها الى كلاسات class 1 و 2 3 زيان الاماتسي class 1 هذا الاماتسي class 1 هم ما تجوا وقسموا الى تقسيمات ماتسي class او اسمه الثاني قلنا هو hla فنقول hla a و b و c يعني class اللي class 1 mhc قسموه الى a و b c يقول class 1 molecule are to be found on verity all nucleated cell in the body هذا الاماتسي class 1 راح نلقى وان موجود نلقى موجود بجميع الانوية مال خلايا الجسم زيان class 2 protein هلا شون مقارنة بين class 2 protein class 2 شنو انواعه قسموه حسب المكان اللي موجود بي حسب الريجن يعني ال hlad when موجود موجود بال hlad فقسموه الى 3 تقسيمات او 3 عوائل ال hlad p hlad q hlad r زيان يقول هذا ان لايك class protein او class 1 protein they have restricated tissue distribution and chafly found هذا يعني chafly found macrophage dendrix bcl and other antigenic presenting cell هذا يقول انه ما راح القى موجود مثل ذاك بجميع خلالة الجسم لا هذا هنا راح يقول موجود بانسجة معينة محددة من انسجة الجسم وموجود يعني اكثر شي يشوف بشكل رئيسي بال macrophage dendrix cell bcl كذلك بال other antigenic presenting cells مثل ما قلنا هناك يقول انه ال mhc راح تجي بيها ال الانتجين يرتبط بال mhc ويقدم ها المنت من خلال الانتجين يرتبط بال tc من خلال mhc بعد وهاي تعتبر من ضمن ال adaptive immunity يعني هذا انه تجي الانتجين يعني يحفز ال tc من خلال انه recognized by mhc هذا كله يعتبر adaptive immune protein from exogenous antigen are processed by antigenic presenting cell and their return to surface as mhc class 2 peptide complex ال protein which is exogenous antigen antigen what is exogenous antigen will process on the antigenic present cell and what is going to happen antigen will go to cell surface like mhc class 2 peptide complex what is going to happen mhc class 2 peptide complex exogenous نصبعا ما يصير لعمليات processing معالجة مثل منقول عن طريقة الانتيجينيكو بريزينتيكسيال شاحي السير رح يصير مثل mhc class 2 peptide this complex recognized by T cell receptor on cd4 هذه الcomplex يعني السيرة لها تمييز او تكتشف من قبل T cell receptor هي تبييزها اللي هو الموجودة cd4 helper t cell cd4 molecule act core receptor طبعا cd4 هو يشتغل كcore receptor endogenous endogenous antigen are processed by endogenous presenting cell under presenting via mhc class 1 peptide complex this complex this complex recognized TCR on cd8 cytotoxic TCR قبل شوية ايش قلنا قلنا انه الاكسوجيناس antigen صار لها recognized تمييز او اكتشفت من قبل منو من قبل T cell receptor يعني من قبل C D4 اللي وان موجود هذا موجود بال helper T cell زيان بينما ال endogenous antigen من قبل منو يصر له اه يعني بعد ما يصر له ايضا processed by antigenic presenting cell اه ويصر شنو يصر كشكل Mhc class 1 peptide ذاك قلنا Mhc class 2 peptide الاكسوجيناس هذا Mhc class 1 peptide هدا هاؤنا عن طريق شو يصر له recognized يصر له عن طريق TCR TCR اللي هو T-cell receptor اللي هي وان موجودة موجودة على CD8 cytotoxic T-cell هذه تشاعة عن طريق CD4 الموجودة على الهالفر T-cell هذه الاكسوجينة الاندوجينوس الموجود على CD8 cytotoxic T-cell يعني يميز من قبل CD8 اللي هو وان موجود cytotoxic T-cell نجي للنوع الثاني من الرسبترات اللي هي T-cell receptor for antigen cell display signal hemogenous clonal immunoglobulin موليكيول هي عبارة عن single hemogenous clonal immunoglobulin مستعمرات من immunoglobulin زين اش راح تتكون هذي شن تتركيبه ماته هي عبارة عن 10 أو 5 copies of cell راح تحتوي لعشر أو خمسة من النسخ من الخلايا on the surface this immunoglobulin serve receptor for specific antigen هذي البي سيال راح تبيها immunoglobulin هواي لكن كل الانتجين الى immunoglobulin خاص بيه so this each B-cell can respond only one انتجين مثل ما قلنا انو البي سيال راح تستجير فقط نوع واحد من الانتجين لان هي اصلا شنو قلنا هي specific البي سيال كاري اي جي ام and اي جي دي اي جي دي البي سيال رسبتر هي شنو كل الانواع البي سيال شو حتكون حاملة اي جي ام و اي جي دي immunoglobulin on their surface antigen in a tract with the b-lymphoside that's sharp best fit by virtue of immunoglobulin surface رسبتر يقول الانتجين من راح يجي يدخل للجسم ويروح يرتبط ويتفعل ويا البي lymphocyte يعني حسب المكان المفضل يعني تطينفد يعني شو نقول حسب الريسبتر المحدد لهذا الانتجين يرتبط به شو حيصير the antigen bind to b-cell receptor and b-cell stimulate divide and form colon clonal selection راح تبدي البي سيال تنقسم تتحفز يعني بعد ما ارتبط بها الانتجين تتحفز انه يصير لها انقسامات وتكون مستعمرات يعني من هذا الانقسامات such selected b-cells بعدين هذي الخلايا ما البي سيال راح تصيرها تمايز انه تتحول الى البلازمة سيال ومن تتحول للبلازمة سيال شو راح تنطيني راح تنطيني antibody ضد هذا الانتجين اللي دخل للجسم اللي ارتبط بالبي سيال زيال each person can make approximately 10 11 different antibody molecule كل انسان كل احنا هسه جسمنا الى القابلية يعني البي سيال البلازمة سيال بعد ما تتمايز انه تتحول الى بلازمة سيال تطيني 11 نوع من الانتيبادي there is antigen binding site بي سيال fit almost any antigenic determined يقول مثل ما قلنا انه لما يجي الانتيجين ويشتبط بالموقع المحدد او بالرسبتر المحدد الى البي سيال نجي للنوع الثالث من الرسبترات اللي هو T-cell receptor for transmembrane protein شنو تركيبته compose of two disulfate linked chain disulfate two disulfate linked chain لدينا انواع من T-cell receptor لدينا نوعين there are two different classes of T-cell receptor alpha and beta in one class يعني alpha و beta هذا نوع واحد و gamma وال sigma تعتبر نوع ثاني the alpha beta T-cell make up predominant T-cell phenotype اكثر نوع يعني نشوف لل T-cell هو اكثر شي شائع يعني هو alpha beta T-cell اوكي مو gamma sigma اكثر شي هو phenotype يعتبر predominant phenotype هو alpha beta T-cell هذا alpha beta T-cell بدوره راح يقسم ينقسم are subdivide by their expression of other cell surface marker حسب شنو موجود على السطح مال مثلا اكو يكون موجود CD4 هذي CD4 اشتطيني نوع من خلايا اذا كان مثلا موجود على type 1 T-cell type 1 اللي هي تمثلها alpha والbeta T-cell اذا كان موجود على سطح مالتها CD4 فهذه اسميها helper T-cell لا اذا كان موجود على surface مالتها CD8 هذه اسميها cytotoxic T-cell The T-cell receptor protein have viral and constant region smaller to antibodies هاذ T-cell receptor الريسبترات مات T-cell طلب هي عبارة قلنا عن بروتينات اوكي 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 راح تكون لها مناطق متنوعة ومناطق يعني غير متنوعة غير قابلة للتنوع مشابه المن تكون مشابه للانتيبادي T-cell ريسبتر اوكي 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 ميزة لانتجين اوكي المن يدخلها يدخلها الى داخل الخلية اعيد هذا CD3 ارتبط اياما T-C-R-S اللي هو T-cell ريسبتر هذا CD3 هو بالعادة انه شنو يستلم اشارة منين يستلمها من الريسبتر اللي ارتبط بي بمن ارتبط هو بالT-C-R-S بالT-cell ريسبتر من ارتبط بي راح ينقل هذه الاشارة او هذه المعلومة اللي اخذها حصلها من الانتجين اللي هو موجود اصلا على الريسبتر مات ال-T-cell وانا يدخل هيدخل ال-C-L زيان CD4 on CD8 molecule that differentiate two major functional classes of T-cell helper on cytotoxic function احنا قلنا عدنا CD4 وCD5 molecule هذا اني كل وحدة لها وظيفة خاصة خاصة بيها اا وهي شنو ذني ذني انواع من T-cell CD4 وان موجودة قلنا على ال-Helper cell CD8 والموجودة cytotoxic T-cell function هي تحتبر core receptor molecule يعني هي عبارة عن الهوظائف مشتركة هال CD4 وCD8 on T-cell surface during recognized antigen اثناء التمييز مالتهم للانتigen شنو نو اخذ الانتجين CD4 وCD5 اعفوا CD8 molecule interact with the T-cell receptor وياما راح يتفاعلون راح يتفاعلون ويا T-cell receptor complex and with the MHC molecule on antigenic presenting cell يعني شنو T-cell من يجي الانتجين يدخل للجسم T-cell شرح تتفاعل ويا من ويا MHC احنا T-cell قلنا T-cell receptor عندنا انواع T-cell أو T-cell T-cell زي ارج قلت قلت انه يتفاعلا MHC وال T-cell تسوي يتفاعلا T-cell اللي راح يتفاعل احنا قلنا عندنا MHC 1 و MHC 2 MHC 1 راح يتفاعل ويا C-cell T-cell اللي هي تحمل لشنو CD8 موجود ويا الهالبار T-cell يعني مثل ما قلت انه T-cell راح يصير infraction with MHC وحسب CD8 ويا Class 1 CD4 ويا Class 2 نجي هنانا للميديتر انفليميشن شنو الاشياء اللي تنفرز مني مثل تتخلف بكتريا فيروس الجسم شنو راح ينفرز كشي ميديتر كشي مناعي انه السايتوكاين السايتوكاين شنو هذي هي عبارة عن كتغوري واسعة بالجسم عبارة عن بروتينات صغيرة مهمة انه يعني توصل للاشارة للخلايا شوق تنفرز من يصير اكوب فتغير بسلوك الخلية شوق يتغير سلوك الخلية مثلا من يدخل لها بكتريا معينة وفدأ ماكرو ارغانزم السايتوكاين ماي انكلود كيمو كاين السايتوكاين شنو هي عبارة عبارة عن كيمو كاين انترفيرون انترلوكين لمفو كاين انترلوكاين وفدأ سايتوكاين وفدأ طبعا سايتوكاين هي عبارة عن جزيئات قوية وهي لوموليكولر ويت بروتين لوموليكولر ويت بروتين سلو تنفرز هذه السايتوكاين ترانزيني و لوكاين احنا بحالة الكوبيد ناينتين اكثر الاشخاص اللي يعني يصير حالات الوفاة نتيجة شنو ان السايتوكاين يبدي ينفرز بكميات كثيرة فالمن ينفرز الجهاز المناعة راح شنو يضعب يزداد بهاي الحالة الانفلميشن الانفكشن فبهاي الحالة راح تأدي المل الى الدين يعني بسبب الافراز مالة هذا السايتوكاين طبعا هذا السايتوكاين الى يدخل يعني مو بس بالاميون لا الى وظائف اخرى ثانية شنو هذي الوظائف مثلا شنو هذي الوظائف بالهيمو ابتيس الاميونيتي الانفكشن ديزيز يعني ينفرز بحالات الانفكشن ديزيز ينفرز بحالات التيومور جينيسيز الهيمو ستيسيز التشير بير بعد سيليلر ديفلوبمنت اند كروث هذا السايتوكين بالعادش يتنشط يتنشط لمن يرتبط يعني تجي الاشارة وان ترتبط او شنو يتحفز لتحفز للغلايكو بروتين رسابتر اللي هو الموجود موجود على السايتوكين بالتالي يتحفز السايتوكين يعني تنفرز يصير الهيمو ديتر مثل ما قلت قبل قبل شوية قلت انه هو شغلة ينقل الاشارة يوصلها الى داخل الخلية يوصلها الى النوامة للخلية الكيمو كاين الكيمو كاين وش بلون توسايتو كاين فامله هو ينتمي العائلة السايتو كاين استيميول لكوسايت موفم من ان سنتس با فيراتي أو سيل تايب انكلود ماكروفيج اندوثيليال سيل اندوثيليال سيل وكذلك وانساج كيمو كاين الانترلوكين 8 this كيمو كاين فانكشن مانلي الركورانت مونوسايت نيتروفيل فرام بلود انتوسايت انفكشن يعني باختصار هاي الكيمو كاين تجذب لي الليكوسايت الانترلوكين 8 الاندوثيليال سيل ماكروفيج كلها تجذب من الدم للمكان اللي صار بالانجوري او الفيفر هي يعني علامة او عرض رئيسي يصير خلال الانفليميشن نتيجة استجابة مناعية نتيجة صار عندي انفليميشن كجهاز مناعي انه استجابة لهذا الشي يصير عندي فيفر زين اند كارديال سبتم او انفكشن ديزيز يقول هو يعني الشي رئيسي الانفكشن ديزيز هو من هو المسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم هو الموجود بالهايبوثلامس among substance capable including fever pyrogene or endotoxin or gram negative bacterial on cytotoxin released from lymphoid cell من يجي شون الصر عند الpyrogene او الفيفر من يجي الانتجين يدخل للجسم يفرز مثلا على سبيل المثال gram negative bacterial تفرز تفرز اندو توكسين هذي الاندو توكسين راح تأثر لي على راح ينتقل بالدم هذا الاندو توكسين المن يروح للسنتر بالهايبوثلامس فيلعب بالفيسيولوجية مالتها فيتتغير درجة الحرارة اما ترتفع او الزيت حسب الدزيز او حسب الانفكشن فبالتاني اش تفرز لي مثل تفرز لي سايتو كاين نتيجة الاندو توكسين اللي ينفرز من قبل سايتو توكسين او سايتو كاين سايتو كاين من قبل منه من قبل مثل هذا السايتو كاين مثال عدنا الانترلوكين ينفرز خلال الفيفر الانترلوكين сил اللي هو هو من دخل الاندو توكسين وحفز على accounts السايتو كاين اللي هو من هو سايتو كاين انترلوكين هذا الانترلوكين راح يروح خلال البلد المن يروح للمركز مالدرجة الحرارة اللي هو موجود بالهايبوثلامس الفيسيولوجية مالتها يغيرها فبالتالي شخص يصير عنده فيفر هذا الفيفر أما يعني زيد حرارة الجسم يقلل من درجة حرارة الجسم نجي هسأل الانترفيرون الانترفيرون هو أيضا من ضمن عائلة السايتوكاين ويلعب دور مهم جدا خلال يعني إذا صار عنده انفكشن بالفيروسات هو راح ينفرز الانترفيرون وكذلك كأذر انتراسلولار أورغانزم الانترفيرون هي عبارة عن يعني من يصير فيروسات تدخل إلى داخل خلية ينفرز الانترفيرون هو يتحكم بالعمليات يعني الانترفيرون بها نقسمها إلى غروبات type 1 انترفيرون أو type 1 هو راح يضمن شنو من انترفيرون انترفيرون ألفا وانترفيرون بيتا بينما type 2 الشي راح يتكون فقط من single gene single gene اللي هو منه اللي هو الانترفيرون قاما بينما الانترفيرون لمدة هذا الانترفيرون لمدة راح يكون من ضمن type 3 type 3 انترفيرون وهذا الـ type 3 interferon اللي هو الـ interferon لمدة رح يكون مشابه للـ cytokine لأنه أصلاً قلنا نحن من عائلة الـ cytokine وشوكت هو اكتشفه يقول هو اكتشف مؤخراً يعني حديث استكشافه يقول بحالة الفيروس إذا كان عندي انفكشن أو انفكشن بسببه هو كل فيروس فاللي راح ينفرز عندي هو انترفيرون type 1 زين الانترفيرون قامش وقت تنفرز تنفرز لما تتحفز أو تتنشط الـ natural color cell مثلاً عندي فتخلية بالجسم بها في الدفكت منو يقتلها الـ natural color cell فمنو تتحفز الـ natural color cell راح تفرز لي شنو انترفيرون عفوا اه غاما زين المورا بارده سايتو كان انترفيرون 2-ان انترفيرون مو بس الـ natural color cell منو تتحفز تقدر تنطيني انترفيرون قاما كذلك الـ interleukin 2 والـ interleukin 12 أيضاً دولي نجولي انترفيرون قاما ان اديشن تو سايتو كان ادري فايد اوف اركينوديك اسد هسف حاخذة سايتو كان عرفناها انترفيرون انترفيرون 1-6-5-12 يعني ادري كلنا سايتو كان عدنا بالجسم ايضاً شنو عدنا اركينوديك اسد هذان همي لعباً درجة الحرارة عدنا البروستوغلاندين اوكي بروستوغلاندين الليكو تيرين ارمي ديتر اوف انفليمانتري رسبونس ينفرز مني يصير عندي انفليميشن درجة الحرارة البروستوغلاندين Brandt & Anti Inhibit Synthesis اللي انترى انترفي هم überub immobil federale اللي سايتبين ق teng لالاتفع العادلة هذا الека من البروستوغلاندين هو ايضاً Anti Saying Ob gespannt هذي شنو اكت از انفليمنتري ايجنت تعتبر كدراجات او ايجنت انت انفليمنتري زين هس نجي نقسم السايتوكاين شون نقسمها على اساس الوظيفة مالتها احنا مو قلنا السايتوكاين اه الى مثلا بالانفلم يعني خلال الهيلينج خلال التشور بير خلال السيلولر ديفلوبمنت بعد التشور بير خلال انفكشن ديزيز ينفرز عندي شنو سايتوكاين فيقول سايتوكاين كان بي كتغوريز انت غروب باز اون كمون فنكشن قسموها على الكمون فنكشن كتغوري ار اميونو ريجولتري برو انفليمنتري انتي انفليمنتري اندغراث اندفرنشييشن ال because of يعني على الرغم انه الى هذه الوظائف لكن الى وظائف ثانية شنو تعتبر كميجر because of its major rule in antigen presentation unimportant immune regulatory cytokine is interferon gama برو انفليمنتري cytokine are مثلا هسا انا قلت انه كل واحد من السايتوكاين كل نوع الى فد وظيفة معينة مثلا الانترفيرون gama شنو خاص الى دور انه انت جين presentation زيان عندي بعد ان السايتوكاين مثلا عندي الانترلوكين 6 الانترلوكين 1 الى tnf alpha هذان كلهن والانترفيرون هذان كلهن انهن علاقة بيمن بالبرو انفليمنتري سايتوكاين خلال الانفكشن ديزيز يعني ينفرزون اش وقت بالانفكشن ديزيز من يصر عندي انفليميشن ينفرزون زيان the anti-inflammatory cytokine include وكذلك عندي anti-inflammatory اللي هي منه اللي هي dgf beta والانترلوكين 10 والانترلوكين 11 والانترفيرون بيتا هذول شنو يعتبرون ذول يعتبرون anti-inflammatory cytokine this may be required هاذ شنو anti-inflammatory cytokine انا قلت مو السايتوكاين مثلا عندنا انترلوكين 6 انترلوكين 1 مثلا بالضبط عندنا انترلوكين 6 مثلا شخص عنده covid-19 اه ش راح ينفرز عنده انترلوكين 6 بكميات كثيرة فهذا كلش خطر تعتبر الى فاش راح ننسوي له يعني او هي كعملية تلقائية الجسمية يسويها او احنا يعني نساعده ان يسويها انه شنو اه كاشياء تكون anti-inflammatory cytokine يعني حتى اقلل الانفليميشن يعني اقلل انه يضطس جسم سايتوكاين انترلوكين 6 بكميات كثيرة بالتالي راح تزداد حالة المريض السؤولة راح يزداد الانفليميشن عنده فان شنو اه اسوي له يعني كميكان زل anti-inflammatory cytokine منو اللي تقوم بهذا الدور او بهذا الرول اللي هي TGF بيتا والانترلوكين 10 والانترلوكين 11 and interferon beta this may be required to demand or downregulate over active inflammatory response يعني من يصر انفكشن اه يعني يبدي الجهاز المناعي يقل اه نتيجة انه الافرازات سايتوكاين او سايتوكاين عفوان ينفرز بكميات كثيرة يعني انجي يعني سو هالا الميكان زل سايتوكاين ذات هارت كيرول اني جراث ان دفرنشيشن انكلود كولوني استيميليت فكتر ان دستمسيال فكتر كذلك الى اه وظيفة بالدفرنشيشن والكروث اه مثل من مثل اه عندنا الاستمسيال استمسيال هاذي فكتر يعني هذي تعتبر سايتوكاين تارت الاستمسيال اوكي وكذلك الكلوني استيميليشن فكتر هذي ايضا تعتبر سايتوكاين اذن شنو وظيفتهم اذن وظيفتهم growth and differentiation هسه اه مثل ما قلت انه السايتوكاين قسموهن الى كاتاقوري عدة كاتاقوريز اه كل واحد شنو بمن خاص مثل ما قلت مثل انترفيرون قاما هو بريزنتيشن انتجين مثلا انترلوكين 1 و 6 و TNF alpha و انترفيرون ذنبراو انفلمنتر يعني هي تشي يعني نفرزا خلال انفكشن نجي هنا هنه سيقول it was also seen that cell use cytokine for differentiation into cell type STCL بلاب راح يقسموها الى انواع حسب cytokine where T helper cell T helper 1 cell are generate in presence of interferon gamma يقول T helper cell شوقت راح تتولد لما راح يكون اكو موجود INF gamma حسا شنو TCL راح يقسموها الى انواع حسب وجود cytokine مثلا انا كان عندي cytokine INF gamma هذا ش راح يسبب وجوده شنو راح احصل راح احصل على T helper 1 كنوع TCL حصل على شنو T helper 1 لكن اذا كان انا عندي انترلوكين 4 شنو راح احصل T helper 2 اوكي اذا انا كان عندي مثلا TGF beta و انترلوكين 6 شنو راح احصل T helper 17 زين النوع الرابع من التى سيل هو T reg cell نسميه اذا شون احصل اذا كان عندي موجود بس TGF beta alone يعني مو تي جي اف اذا تي جي اف بيتا او انترلوكين 6 هذا احصل T helper 17 لكن اذا بس TGF beta موجود راح احصل على التى ريكس يال اقول كل وحدة من هذه الأنواع من TCL لها يعني السايتوكاين مثل وجود السايتوكاين معين يطينه السايتوكاين معينة شنو وضائف السايتوكاين ذكرناها قبل شوية وضائف السايتوكاين هو نتيجة الاستجابة المناعية هذا السايتوكاين من ينفرز يحفز للتوليد الهيومورال والسايتوكاين واضحة قلناها واضحة قلناها السايتوكاين مؤخرا يعني قالوا ان السايتوكاين إلها في تطبيقات الطبية استخدموها في تطبيقات مو بس بالجسم انه الجسم يفرزها ويعني يسوي ضعف المناعة ما عرف شنو خلال الانفكشن يعني تنفرز لا في تطبيقات طبية يقول list for major clinical application of cytokine إلها 4 clinical application شنو هي هذي أول واحد هو تعتبر كبايو ماركر شنو بايو ماركر البايو ماركر مثلاً لاني عندي فاد ديزيز فاد انفكشن ما ما عرف شنو هذا نوع الانفكشن يا بايروس يا بكترية مثلاً مثلاً اجيت سويت examination مثل بايو ماركر اجيت شنو عرفت انه انترلوكين 6 عالي عدي انترلوكين 6 عالي كلش عندي فهذا شنو دلني انه انا عندي كوبيد 19 لان هو ينفرز هذا كبايو ماركر المن الانترلوكين 6 بايو ماركر للكوبيد 19 مثلاً على سبيل المثال انا عندي ال tnf alpha او الانترلوكين alpha والانترلوكين 6 عاليات عندي هذا البايشن شنو احدده احدده عنده شوك المجال الثاني بمن استخدمه استخدمه بالmonitor immune status يعني مراقبة الجهاز المناعي وقابلية الجهاز المناعي مثلاً شلون احنا كل احنا يعني هو tuberculosis البكترية المايوبكترية هذه بكترية منتشرة يعني كنا احنا متعرضين الها لكن بنسب مختلفة وكذلك قابلية جسمنا انه مثلاً اكو اشخاص جهازهم جهازهم المناعي القوي فما يتأثرون اصلاً ما تظهر عليهم اعراض اا اكو اشخاص لا ضعيف فتظهر يعني يعدهم اعراض ويصير عندهم tuberculosis فحسب ال immune status حسب الجهاز المناعي ما لديهم فاستخدموا cytokine become monitor for immune status اوكي يعني اتمنى صارت واضحة بعد الثيرد بمن استخدموها كtherapeutic agent يعني بالعلاج مثلاً استخدموا يعني كمنظمة الصحة العالمية fda هي منظمة الصحة يقول او هي منظمة الغذاء اعتقد المهم ايه food disturbance منظمة صحة الغذاء المهم قالت انه انترفيرون الفا استخدموه انماً بعلاج الهيباتايتسية الانترفيرون او الانترفيرون بيتا علاج multiple sclerosis الانترفيرون غاما علاج cgd اللي هي chronic glomerulitis disease اوكي يعني استخدموها بالعلاجات الفورث بمن استخدموها ال clinical application استخدموها تاركت ثيرابيوتيك ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يقول recently cytokine receptor anti agonist يعني شنو احنا مو قلنا السايتو كاين بالانفلميشن راح يصير يعني ينفرز بكميات كثيرة ويزيد الانفلميشن فانا يعني اذا اقلل الانفلميشن شنو انطي اشياء anti agonist تثبت للرسبتر مات السايتو كاين ما تخلص السايتو كاين يجي يرتبط بالرسبتر ماته ماذا انطي؟ سايتو كاين رسبتر anti agonist anti cytokine monoclonal antibody both which down regulate pathogenes response اللي هو اصلا السايتو كاين من ينفرز يسوي down regulate للجهاز المناعي استجابة لدخول الباثوجين two exigrated cytokine production have been used effective treatment وهذه يعني يستخدموها بالعلاجات مثلا على سبيل المثال TNF inhibitor نسوي مثلا انهيبتر للرسبتر اللي هو السايتو كاين اللي هو TNF alpha اوكي اذا شخص اش وقت اذا اريد يعني شخص عنده remoted erythritis remoted erythritis نتيجة انه ينفرز TNF alpha ويرتبط بالرسبتر هو TNF alpha receptor فمن خلال راح يزيد من remoted erythritis فعني شنو انطي؟ انطي انهيبتر حتى يتقل عنده remoted erythritis بعد كلالك استخدم inhibitor interloquine 2 interloquine 15 transplantation and cancer الاشخاص اللي عندهم cancer اللي مثلا انقل لهم فادي عضو يعني لازم احتاج انه اثبت الجهاز المناعي اثبت حتى ما ينطيني انترلوكين 2 وانترلوكين 15 اللي راح تحارب لي العضو اللي انا مثلا نقلته فلازم اثبتها شنو انطي 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 انترلوكين 2 انترلوكين 15 بحالة transplantation and cancer الانترلوكين 2 الانترلوكين 3 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة